وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية حيث تم ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 115 قضية تموينية بمضبطات قرابة 5400 و51 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 71 طن السلع غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأسعار السلع الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 55 طن أما في مجال حجب مواد البناء فقد تم ضبط 5287 طن حديد و24 طن أسمنت